نحن أوفينا بالتزاماتنا وبوعودنا لكن أنتم لم تلتزموا فرنسا لن تقف مكتوفة لأيدي تجاه من أخلى بالتزاماته معها هناك إجراءات نحن بصدد اتخاذها جملة رددها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيون على مسامع من التقاهم في زيارته الخاطفة إلى بيروت دمن جدول أعمال بقي طي الكتمان على غير عادة ثم تكشفت باعا باستثناء الإعلان عن اللقاءين الرسميين مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لودغيون وصل بعد منتصف ليل الأربعاء واستهل لقاءاته مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عند العاشرة صباحا في قصر بعبدة اللقاء دام أربعين دقيقة لم يتطرق في خلاله لودغيون إلى الملف الحكومي واعتبره شأنا داخليا إلا أن رئيس الجمهورية عرض له لهذا الملف فكان مستمعا ولم يعلق بحسب معلومات الأنبيان ولاحقا صدر بيان عن قصر بعبدة أورد ما قاله الرئيس عوني المسؤول الفرنسي حيث أكد له بحسب البيان أن تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي كذلك هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحدى بثقة مجلس النواب مشيرا إلى أنه سيواصل بدل الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة على رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات وعرض الرئيس عوني للوزير نتغيان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاطق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب وشدد على كلفة الوقت الضائع لإنجاز عمليات التشكيل وطلب رئيس الجمهورية من المسؤول الفرنسي مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج مؤكدا أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة منأساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييدها وذلك استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإلى عين التيني ولقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري دام حوالي نصف ساعة أكد في خلالها لوتغيون تمسك بلاده بالمبادرة الفرنسية وكان توافق على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لأن الأزمة في لبنان تتفاقم وكما بعبده غادر لوتغيون عين التيني من دون الإدلاء بأي تصريح المبادرة أتممت عمر الثمانية أشهر ولا تزال قائمة في الأولى تنبيه فرنسي من أن المراوحة خطر على إمكانية الإمداد بعمرها وفي الثانية فسحة أمل للشعب اللبناني الذي يتمسك بقشة أمان بالقول فرنسا لا تزال هنا أما كيف ستصرف فعلى الأرجح على الأراضي الفرنسية وفي الاتحاد الأوروبي أكثر منه في لبنان المستعصي عن الحلول من عين التيني ليندا مشلب أن بي أن